موسيقى أهلا بكم مشاهدينا يدخل تعريف الملكة العمومي تحت كل الأملاك التي لا يمكن للخواص تمنلكها واستغلالها بأي طريقة من الطرق وذلك نظرا لارتباطها بالمنفعة العامة وبهذا المعنى يكون الملكة العمومي رهن تصرف العموم كالطرقات والأرصفة وغيرها من الأملاك ذات المنفعة العامة وإذا كان المشرع قد خص الملكة العمومي بقوانين وتشريعات ضمانا لحفظ منفعته العامة فإنما أصبح يعيشه الملكة العمومي داخل المدن وخارجها من احتلال واستغلال من طرف الخواص يطرح أكثر من سؤال فكيف إذن تحولت الأرصفة والطرقات ذات المنفعة العامة إلى امتداد لأنشطة تجارية ذات المنفعة الخاصة؟ وما هي القراءات القانونية والسوسيولوجية لفهم وتفسير قضية احتلال الملك العمومي؟ وما هي مخرجات الحلول لتحريره وإعطائه صبغة المنفعة العامة التي يضمنها القانون؟ لبلورة كل هذه المحاور ومناقشتها دعونا نرحب الدكتورة سعاد حميدي أستاذة القانون الجنائي مرحبا بك معنا أستاذ حميدي مرحبا أستاذة خديجة ومرحبا المشاهدين معنا أيضا مستشار البرنامج وأستاذ علم النفس الاجتماعي الأستاذ مصطفى شكدالي مرحبا بك معنا أهلا أستاذ مرحبا مرحبا طيب بداية أود أن نستقرأ ونستفهم أستاذ شكدالي ماذا نعني بامتلاك واحتلال الملك العمومي؟ لو سمحتي خديجة هذه العبارة التي تتردد بكترا احتلال الملك العمومي عندي واحد تحفظ بسيط على كلمة احتلال لأنها محملة بمعاني ربما تكون قدحية لنقول استغلال أحسن من احتلال لأن حينما تحدث عن احتلال كما قلت هناك حمولة لها معاني متعددة وربما المشكلة ليس باحتلال بقدر ما هو استغلال حتى وإن كان ربما هذا المصطلح كذلك يمكن أن نعيد فيه النظر إذن الملك العمومي من البديهيات أنه يرتبط بالمنفع العامة إنه ملك جميع بالتالي حينما يستغلوا الخواص أو أفراد لانشيطات تجارية كما جاء في المقدمة هنا يطرح مشكل يطرح مشكل على أساس أن تلك المنفع العامة تنتفي وتصبح منفع خاصة وبالتالي هذا الموضوع الذي سنناقش له تداعيات كبيرة له أسباب خاصة الأسباب سنتحدث عن هذه الأسباب لماذا هذا الاستغلال لهذا الملك العمومي وكيف حصل ذلك هل هناك تخادل من طرف من بيدهم ربما السلطة حتى يمكن أن يقوموا بذلك أم أن هناك عوامل اقتصادية قاهرة التي تدفع إلى هذا الاستغلال لهذا الملك العمومي هل من ناحية الأسباب أو الدوافع؟ أسباب الدوافع ولكن ماذا نعني به؟ هذا المفهوم الذي ربما تعترض على مصطلح هذه الاحتلال هو استغلال هذا الملك العمومي نجد أرصفة نجد عدة أماكن تحتل من طرف بعض الأشخاص لأغراض أخرى حينما قلت عندي تحفظ على كلمات احتلال لأنك قلت بأن هذه الكلمة لها يعني بعض طبعا حينما تحدث عن الاحتلال حينما تحدث عن استعمار وكاننا تحدث عن أشياء من هذا القبيل ولكننا تحدث عن استغلال لفائدة منفعة شخصية ولكن هناك أسئلة متداخلة جدا ما بين ما هو شخصي ما بين ما هو خاص وما بين ما هو عام لأن حتى كذلك على مستوى هذين المفهومين لا بد أن نصل لأن الغاية من طرح هذا الموضوع اليوم هو أن ندفع بالمشاهدين إلى التساؤل لأن هذا الموضوع الآن أصبح حديث الكل نعم نسمع مثلا من قبيل تحرير الملك العمومي كأنه كان مستعمر بمعنى هذه الكلمات التي تردد الآن هو كين إشكال في الواقع ولكن نريد أن نفهم لأن الإشكال قبل أن يكون في الواقع ربما كذلك إن إشكال على مستوى الفهم يعني مؤخرا حدثت واحد الضجة إعلامية حول يعني هذا الاستغلال هذه الأرصفة ربما حتى المقاهي كيخرجوا كيعملوا الكراسي على جنبات الطرقات وبالتالي من المتضرر هنا المتضرر المرر لأن هناك عرق لمعينة هذا واضح لأن في بعض الحالات الضرر الذي نشاهده ونلاحظه يكون محسوس وملموس وبالتالي نتحدث عن ونختزل الملك العمومي في الأرصفة والأزيقة هناك من الأملاك العمومية الأخرى المتواجدة التي لا نراها بالعين المجردة ولكن ليتضرر منها لا ليتضررون منها بطريقة أخرى نتحدث عن المنفع المنفع العامة لكن حينما يستغلها دوي المنفع الخاصة نتضرر بطريقة أو بأخرى لأن هذا هو السؤال لأن السؤال دائما ما نختزل الأشياء فيما نرى محسوس الأسبوع الفرع تحدثنا عن البيئة وقلنا أن الناس يختزلون في البيئة فيما هو أخضر والآن نختزل الملك العمومي فيما هو أرصف هو السبب اللي يجعلنا بس نكون أكثر وضوحا معك أستاذ شكدالي وما هو اللي يجعلنا أننا نطرح هذا الموضوع هو ما يثير مؤخرا في المواقع الاجتماعية في الجرائط الصحف نعم وما هو اللي يجعلنا هذا السبب المباشر وهذا الدافع وهذا هو الدافع اللي يجعلنا أننا نطرح هذا الموضوع واشهد الناس من حقهم أنهم يعملوا تجارة على جانبات الطرقات واشهد المقاهي يعني من حقهم أنهم يخرجوا بذلك الطريقة اللي هي ربما غير جمالية حتى يعني في الشكل وبذلك تضر المواطنين ماذا هو السؤال المحوري هنا هذه أسئلة منطقية محورية أسئلة جميلة جدا ولكنها تخفي أشياء أخرى وتخفي أسئلة أخرى نعم كيف وصلوا إلى هذه المرحلة بمعنى لماذا كان هناك تواطئ سنين وهذا الذي نسميه الأرصفة تستغل بهذه الطريقة ربما هناك فهم في أعطاب لهذه التداول جنبات الطرقات لا سلح لأستاذ خديجة باش نكونوا واقعيين الذي يحكمنا في كل شيء وهنا أنا أتحدث بطريقة حرة الذي يحكمنا في كل شيء هو فكرة الحملات وفكرة دائما المؤقت بمعنى أن الآن هناك حملة نتحدث فيها كما في حملة المتعلقة فعلا يمكننا حملات تمشيطية نحن حملات تمشيطية وسنعود وسنعود سنرى أن وشكي القانون قبل ما يكون مشكل القانون لأن القانون كانت رسالة قانونية نعم ربما كان هناك الأستاذ وهذا ما سنرى يعني مع بكتورة سعيد ولكن قبل ما يكون كان حتى فهم معطوب لمعالجة المشكل وتطبيق القانون حتى الفهم لي تطبيق القانون في إشكال كذلك نعم لأننا نتحدث عن القانون ليس كموصوص لكن تحدث عن القانون كتفعيل كتفعيل على الأرض الواقع طيب أستاذ حميدي يعني توصفكم لهذه الظاهرة لهذا الاحتلال للملك العمومي كيف ينظر لها المشرع المغربي بداية يجب أن نحدث الموضوع في إطاره القانوني وفي طبيعته القانونية موضوع الملك العمومي ويمكن أن نقول عنه على أنه اسم على مسمى بما أننا نتحدث عن أملاك عمومية فإنها أملاك تعود إلى الدولة لها حق التصرف فيها لكن هذه الأملاك بطبيعة الحال تتميز بخصائص معينة لا يمكن أن توصف بها الأملاك الخاصة الأملاك الخاصة يمكن تملكها ويمكن تفويتها كذلك وبيعها وشعر لغير ذلك من المعاملات الأملاك العمومية هي على غير ذلك تتميز بخصائص معينة مما جعل المشارع المغربية تدخلوا عن طريق ظهير 1914 الذي حدد لنا ما هي الأملاك العمومية وأعطى كذلك بعض الأمثلة أو ذكر في فصل أول من هذا الظهير ذكر الأملاك التي تعود إلى الدولة الأملاك العمومية التي تعود إلى الدولة وذكرها على سبيل المثال هنا لأنه بطبع الحال لا يمكن حصر أملاك الدولة في الأرصفة أو الطرقات أو غير ذلك بل ذكرت المادة الفصل الأول من هذا الظهير على أن أملاك الدولة يمكن أن تكون هي السدود هي الموانئ هي الطرقات هي الأرصفة بطبع الحال هذا الموضوع هذا بطبع الحال يلامس مجموعة من الإشكاليات المطروحة سواء إشكاليات قانونية أو إشكاليات على أرض الواقع من ناحية الإشكاليات القانونية نجد على أن أهم الإشكال الذي يحدده هذا القانون وأشكر أضم صوتي لصوت الأستاذ شكدالي في تحديد المصطلح الأصح في هذا أنا بدوري أتحفظ عن مصطلح الاحتلال يعني النص القانوني بالرجوع إلى تحديد طبيعة الموضوع من الناحية القانونية نجد على أن المشارع ذكر الاستغلال نعم استغلال الأملاك العمومية والظاهر الذي ينظمه إمكانية استغلال الأملاك العمومية هو الظاهر 1918 يحدد لنا إمكانية استغلال هذه الأملاك صحيح أنها لا يمكن تفوتها ولا يمكن بيعها شرؤها لكن رخص القانون لبعض الأشخاص إمكانية استغلالها استغلالا مؤقتا عن طريق منحهم رخصة وتتعدد الرخص في هذه الحالة في رخصة باستغلال دائم لهذه الأملكة أي أن المستغل يكون له صفة دائمة في استغلاله لهذا الملك العمومي هناك بعض الرخص التي تمنح بطريقة مؤقتة أي تكون رخصة مؤقتة حدد الظهير مدة هذه الرخصة في عشر سنوات وبصفات استثنائية تصل هذه الرخصة إلى عشرين سنة الآن سؤال مطروح في هذا المجال هذا في استغلال هذا الملك العمومي من طرف من له الحق في الحصول على هذه الرخصة بطبع الحال الواقع المعاش كما ذكرت في مقدمتك على أنه يعرف تجاوزات حقيقية في هذا المجال هناك ضبط صريح من طرف السلطات لإمكانية الحصول على هذه الرخصة وممارسة هذه الرخصة من طرف من منحت له الإشكال الأساسي هو عندما ننتقل من استغلال المؤقتة لهذا الملك العمومي إلى الخروقات والتجاوزات من طرف المستغل نحن نصبح أمام احتلال إن صح التعبير بهذا الفهم يعني بين قوصين احتلال لهذا الملك العمومي لماذا؟ لأن هنا نجد على أن هناك مجموعة من الحقوق تتضرب الحقوق العامة لهو حق الأفراد المجتمع في استغلال وفي الانتفاع من هذا الملك العمومي لأن هذه أهم خاصية للملك العمومي الحق الآخر المتضارب معه وهو حق صاحب الرخصة في استغلال المساحة التي أراد أن يستغلها بشتى الطرق يمكن استغلال يعني إعطاء رخصة للمقاهي من أجل وضع كراسية على الشارع يمكن إعطاء رخصة من أجل عربات في الوقوف في الشارع العام نعم بالبيع إذن هذه العمليات أو هذه المعاملات تسبب إن كانت هنا عدم ضبطها من طرف السلطات تسبب بعض المشاكل نعم بعد الخروقات ليس الخروقات فقط يمكن أن تصل إلى حد قطع الحرية على الأفراد كيفاش أنا قد ندوز في واحد الشارع الذي هو ضيق جدا والمقاهي والكراسي دي المقاهي إذن تصبح هناك بسعودة وعقلة بسعودة يسير على المساوات نعم وحدي قنا عرفوا بأن المرافق العمومية والأملكة العمومية يجب أن تكون في خدمة العموم ولصالح العموم وأهم شيء من شروط الضبط هنا يجب أن تتوفر شروط ضبط النظام العام في هذا المجال سنعود لمقتضيات منح هذه الرخص دكتورة سعاد لكن الآن أستاذ شكدالي يعني هذا التحول من استغلال إلى احتلال ما خلفياته ربما هنا هذي الناس عندهم ظروف عندهم أسباب التي تجعلهم أنهم يستغلوا هذه الأماكن هذا الملك العمومي على الدوام ربما هناك هشاشة الاجتماعية كالبطالة كالفق ربما هذه أسباب ودواعي تشفع لهؤلاء أولا يجب أن نقول شيء لمن تمنح هذه الرخص هذا سؤال مهم لمن تمنح ربما قد تمنح على اعتبار أنها امتيازات وليأقول شيء ربما الكل يلاحظه ربما تكتر في فترة الانتخابات ما قبلها أو ما بعدها لأنه يجب أن نقول بأن هذا الرخص تعطى من المجالس البلدية ونحن نعرف من يسير المجالس البلدية هم المنتخبون علائيين فإذا في بعض الحالات تعطى جزاء لهم أو دخل في العملية الانتخابية يجب أن نقول ذلك بكل صراحة نحن في برنامج بصراحة وبالتالي هذه الرخص أولا يجب هل يتم الإعلان مثلا مسبقا عن توفير طلب معين حتى يمكن أن ندرس الملفات ويمكن أن نعطي الرخص لا هي تتم كامتياز لفلان أو لفلان أو لفلان أنا لا أعمم لا يجب أن نجزم على أن كل الرخص التي تعطى يعني تعطى بشكل فيه متياز أنا قلت لا أعمم ولكن هذا واقع حتى لا نطلم يعني لبعض لا أنا قلت لا أعمم ولكن هذا هو السؤال الأساسي ثم أن في هذه الرخص يجب أن لا تتنافى وتتعارض مع المنفع العامة لا يمكن أن نعطي الرخص لا يقتع لي الطريقة لدينا إشكالية بالنسبة للمعاقين لا لدينا الولوجيات لا بالنسبة للإدارات ولا في الشوارع والضاف هذا القضية الإعاقة حتى بالنسبة للأنس ليس لديهم إعاقة جسدية ولكن لديهم ربما إعاقة أخرى إعاقة دهنية ربما هنا ليس لي التصحيح ولكن غير الإشارة أن كل دوي الاحتياجات الخاصة لا طبعا ولكن نعم حتى نكون دقيقين شكرا دوي الاحتياجات الخاصة ونحن ربما دوي الاحتياجات العامة بمعنى المصطلح لأنه تم تغييره في عدة لقاءات ممكن تشيء مشكلة اعتراض على أيين الفكرة ربما قد وصلت أكيد بمعنى أنا قلت بأن ربما دوي الاحتياجات الخاصة هم أقل ضرر من دوي الاحتياجات العامة والذين يصابون بإعاقة على مستوى الإدراك وهذه إشكالية خرار ربما سننقشها فيما بعد لأقول فقط هو أن لا يمكن أن أعطي رخصة تنافى وتقطع قاطع بشكل مطلق مثلا قطع الطريق لا يمكن وبالتالي في هذا الرخص هل هناك امتيازات هل هناك منح بطريقة اعتباطية هذا هو السؤال الأساس العشوائية هي ربما بطريقة عشوائية وسنجد مجموعة بمعنى أنه لا شيء يمكن أن يكون بطريقة شفافة هناك أشياء غامضة في هذا الميلف الذي نتحدث عنه هناك امتيازات في مقابل ربما التصويت في مقابل أشياء من هذا القبيل بل في مقابل أنا أدرس المجتمع وكن سماع وكن مشي وكن أعرف بل في بعض الحالات في مقابل إتاوات هذا الشيء غامض ونحن في برنامج بصرح يجب أن نقول ذلك وبالتالي كل ما هو ربما رخاص في ظاهره هو محمل في باطنه بأشياء تغيب عن النظر وتغيب ربما حتى على الناس الذين يريدون أن يحاربوا هذه الدائرة بنقص كلمة دائرة نعم حريرنا بنا الآن أن نسأل حول كيف تمنح هذه الرخص دكتورة حميدي يعني ربما كان هناك شروط كان عملية انتقائية كان رخصة استغلال الملك العمومي من طرف أشخاص معينة هي رخصة تمنحه من طرف السلطات هناك نوعان من الرخص هناك الرخص تمنحه من أجل الاستغلال يعني استغلال الملك العمومي أو جزء من الملك العمومي هذه الرخصة بطبيعة الحال تعرفه أو تمنحه من السلطات سلطات الضبط الإداري مباشرة ما يميز هذه الرخصة وهو كونها يعني يمكن لهذه السلطات أن تسحبها في أي وقت كان بطبيعة الحال واللي أكد عليها هنا في هذا المجال وتارلو الأستاذ شردالي هي هذه الرخصة مقابل إتاوة يقوم بأدائها صاحب الشخص الذي يريد استغلال جزء من الملك العمومي بطبيعة الحال عندما تمنحه هذه الرخصة من طرف السلطات الضبط الإداري فبطبيعة الحال هذه الرخصة يجب أن يراعى فيها مجموعة من المعايير التي تحفظ النظام العام حفظ الصحة العمومية حفظ السكينة العامة وحفظ كذلك النظام العام والأمن العام بطبيعة الحالية من الركائز الأولى للنظام العام هناك رخص أخرى ذات طابع يعني يكون مستغلها يستغل الملك العمومي بطريقة دائمة وهذه كتعرف هذه الرخصة تذهب إلى باطن الأرض نعطيك مثال مثلا الرخص التي تمنحه لشركات معينة أو لأشخاص معينة من أجل مثلا حفر مجاري مائية أو خطوط الأسلاك أو غير ذلك هذا النوع من الرخص يعني تمنحه من طرف سلطات الإدارية هي المنصوص عليها في الطهير وزارة التجهيز حاليا هي التي تمنحها هذه الرخص بطبيعة الحال لها السلطة التقديرية الوزارة الوصية لها السلطة التقديرية في تقدير الضرر الذي سوف يلحق استغلال هذا المرفق العمومي بطبيعة الحال أو الملك العمومي هذه هي مجوجة الأنواع الرخص التي تمنحه لكن الإشكال ليس في النصوص القانونية في هذا المجال هذا وكي نربط الموضوع في مقاربته القانونية مع المقاربة الاجتماعية لهذا الموضوع الإشكال الأساسي في تفعيل نصوص هذه القوانين إذا رجعنا للنص القانوني سنجد على أن السلطات ما زالت تشتغل بالظاهير 1918 حول استغلال المؤقت للملك العمومي إذن كيف يعقل على أن المدة الزمنية أكثر من 100 سنة والسلطات تشتغل بالظاهير الصادر عن 1918 حدد هذا الظاهير الملك العمومي على سبيل المثال تطور التاريخي في هذه الفترة كاملة ظهرت لنا الأملاك العمومية لم تكن منصوص عليها في هذا الظاهير السلطات أو التدخل السلطات في هذا المجال أريد أن نعرف كيف يكون هذا التدخل عن طريق المراقبة لها حق المراقبة في كون الشخص الذي يستغلوا الملك العمومي مؤقتا يحترم الضوابط أملا نعطي مثال أصحاب المقاهي التي يعرضوا الكراسي ديالهم في الشارع عندها ضوابط معينة أي أن المساحة المسموح بها في وضع الكراسي هي مساحة صغيرة جدا الآن أصبح التجاوزات عندما يعتبر صاحب المقاهي أن هذا حق ملك له مقابل هذه الفتاوى التي يخلصها على هذه الرخصة يعتبره ملك خاص له وهنا يقع التجاوزات ويصبح احتلالا كنت أرى بزاف ديال المقاهي عندهم لطغاس ومبنية ووصلت المساحة حتى لحد الطريق العمومي وقطع الطريق على المرة وهذا حضر لحرياتهم في التجول في الذهاب والإياب هذه المسألة التي هي أساسية عدم مراقبة السلطات لهذه التجاوزات هنا الإشكال الحقيقي كيف تتم معاقبة الناس التي يتمادوا يعني ما لتزموش بالشروط التي هي محددانهم إذا كانت رخصة من النوع الأول لقتلك يمكن سحبها في أي تسحب الرخصة ويجب مراقبة الشخص المستغل إن كان قد غير من معالم الملك العمومي المتفق عليه لأنه إذا كان شيء بناء غير من معالمي مثلا الطريق العام أو شيء ظنط يعاقب بداية الحالة بطبيعة الحال عن طريق سحب تلك الرخصة ولكن الاستغلال بصفة دائمة أو يعني استغلال عن طريق المجاري أو غير ذلك فإنه بطبيعة الحال تقدم السلطات إن دار إلى الشخص في خلال ثلاث أشهر قبل سحب الرخصة طيب أستاذ شكدالي يعني هذا التمادي يعني كين شروط خصوم يلتزموا بها وبالتالي كيدربوا كل شيء في عرض الحائط وكيدماده يعني كيف تقرأ هذا؟ طبعا لأن ذلك مرتبط كما قلت بخلال في الإدراك لأن في آخر البطاف يعتقد بأن ذلك له ومن حقه لأن القانون شيء ولكن الحصول على الترخيج شيء آخر عدي فكرة ربما حينما انتحدثت عن الملك العمومي يجب أن لا نستثني قضايا أخرى لا ترتبط بالأمكينة والفضاءات التعليم العمومي كيف فويت للخواص؟ أليس احتلال لشيء ربما يجب أن نكون مشتركين فيه داخل المجتمع لأنه يرتبط بالتنشئة الاجتماعية هذه أسئلة خطيرة جدا التعليم يجب أن يكون عموميا لماذا هناك التعميم الخصوصي الآن؟ اللي سهد احتلال من نوع آخر بين قوصي الملك العمومي الأساسي والإنسان هو تربية الإنسان لنربط كل حلقة التي نتحدث فيها في هذا البرنامج بالتربية البيئة إلى آخره وبالتالي يغيب عن دهننا بأن قضايا كالتعليم لا تدخلتها في الملك العمومي نعم ولكن على شهد الناس يتمادوا فقط هذا اللي يريد أن نوصل له رغم الحمالات التمشيطية رغم أنهم أحيانا يشوفون ناس تتحملهم رقصة ولكنهم يتمادوا لأنهم يدركون جيدا بأنهم سيحصلون على الرقصة بطريقة أخرى بأنهم يدركون جيدا بأن القانون شيء إذا القانون غير رادي هنا بمعنى أنه دائما ليس القانون غير رادي التحايل على القانون والذي سيطبق القانون هو يدرك لأنه بحكم يدرك مسبقا بأن القانون يقول شيء ولكنه سيمر من الباب الآخر الخلفي ليصل إلى مبتغاه وبالتالي هو مثلا يعرف بأنه سند فولا في الحملة لانتخاب فحصل على هذا البكان بالقانون أو بدون قانون وسيحصل عليه انطلاقا مما يقوم به لا أؤمن طبعا ولكن بمعنى أنه حينما تعطى له هذه الفرصة بطريقة معينة يستغل تلك الطريقة ويتحايله على القانون ويمكن يوسع القهوة ويدير البالكون ونحن نرى المدن المغربية حتى وصل السيل الزوبة حتى لا يمكننا أن نزيده قضية أخرى البناء العشوائي نعم التي ستطرق بكاملها بناء عشوائي هذا مثلا نضروح لكي نضروح على المقايي والفراشة نضروح تعالى هاتش هذا مثلا كيف حصل هاتش دي البناء العشوائي هذه أسئلة أخرى لنتائي دخلها في الملك العمومي إذن أكيد سنعود لمناقشة باقي المحاور في هذه الحلقة لكن مشاهدين سنتوقف مع فاصل إعلاني بعد ذلك سنعود لكم خليكم معنا اشتركوا في القناة إذن نعود لكم من جديد مشاهدين ونرحب بكل من ضم لنا لهذا نقاش في برنامج بصراحة على قناة ميدي أن تيفي ونرحب من جديد بضيوفنا هنا بالبلاتو الدكتورة سعاد حمدين من جديد مرحبا وأكيد مستشار المرنامج الأستاذ مصطفى الشقدالي تمت الإشارة في أجوز الأول إلى الأسباب والدوافع أو الدواعي كين ربما العامة الاقتصادية تصدر هذه الأسباب بغض نظر على هذا السبب أستاذ الشقدالي ما هي باقي الأسباب ربما اللي هي خفية علينا نحن أعتقد بأن السبب الخفي الأكبر هو حينما نعطي الملك العمومي لتسير من طرف أناس يسيرونها بطريقة خاصة وبطريقة خصوصية فهو ملك عمومي تجده في منصب معين مدير وكالة رئيش مزلس بلدي بمعنى أنه يسير قطاع يشرف على الأملاك العمومية والملك العمومي إلى آخره ولكن إذا كان يتعامل مع الشيء بدهنية أنه من ملكه سيتصرف بطريقة اعتباطية وسيعطي الرخص لمن يريد ولمن كان مواليا لا إلى آخره وبالتالي المسألة أن هذا الملك العمومي كبنية دهنية لم يترصخ حتى في أدهان من يسيرون هذه الأملاك العمومية هذا ربما جانب يجب أن نحفر فيه كثيرا في أول برنامج تحدث عن إدراك المسألة لذلك نلاحظ أن مشرفين عن الملك العمومي يتصرفون وكأنه ملكهم الخاص وبالتالي تنشأ ربما هذه التفاوتات وهذه الامتيازات بمعنى ذلك ما نلاحظه على هذا المستوى ربما كان هناك قوانين رادعة كذلك وفي بعض الحالات لكن كيف نفسير في مجموعة من الحالات ومجموعة من الاختلالات في تسيير المرافق العامة نعم ذات لما نفعل عامة لأن هناك مثلا ما حكيم مختصى ونلاحظ ونسمع بمعنى كان خلال في الدهنية في الإدراك في تسيير للمرافق العامة في بعض الحالات وكان هناك فيه واحد النوع من الأنانية وكان فيها واحد النوع من التسيير عن طريق الخواص بمعنى أنا وكأن ذلك ملكي وليس أنا لست هنا لخدمة الآخرين بقدر ما وكذلك يتضرر منها المواطنون طبعا طبعا لأن هناك تقول الاعتباطية وتقول أقسم الشارع على هواي وانطلقا من المنفعة الخاصة وليس من المنفعة العامة بمعنى وكأن تلك المهن ليست لها ضوابط وليست لها قوانين وهناك هنا المجازية في تسيير ولذلك تتخلقنا هذه المشاكل التي يبانو وكان يقول أنها درغي على ذلك التي يبيع ماطشاء والتي يبيع الهندية رأيوا استخنى الزنقاء ولكن نظروا على التسيير في واحد النوع ديال الانسيابية إلى آخرين وديال المشكل الخلل في الإدراك على مستوى الدهنية وبالتالي هذه هي المشاكل التي نحن غايبين علينا في طريقة تسيير وإدراك منفعة الملك العام بالنسبة للمواطنين وبالتالي هذه أربما نقطة من وجهة نظرك تكمن في تسيير تكمن في تسيير وتكمن في تسيير وفي طريقة إدراك للمشكل منطرف من يسيير تلك المصالح التي تشريف على الأملاك المخزنية أو على الأملاك بصفة عامة التي لها لها طابع المنفعة العامة نعم نبقى دائما في الأسباب والدواعي دكتور سعاد يعني المشرع المغربي واش خداف بعين الاعتبار هذه الأسباب بالنسبة لها الناس كيعيشوا وحد الهشاشة الاجتماعية كيعيشوا ناس عطلين على العمال كيخرجوه تلك الفراشة مثلا واش خداف بعين الاعتبار هذه الأمور هو في البداية لجب أن نبين في هذا المقتضى على أن يعني انتساب أو ذكر سبب معين أو عامل معين هو السبب في تفاقم الظاهرة إن صح التعبير إن صح القول على أنها ضاهرة أو الحد من الظاهرة معينة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسلوك الإنساني أو يعني تجاوزات من طرف الأشخاص في سلوكيات معينة لا يمكن يعني الجزم بأن العامل الاجتماعي هو السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع لا يمكن الجزم بأن الكون العامل الاقتصادي كذلك هو السبب الرئيسي بطبع لا يمكننا أن نغفل في هذا الأمر العامل السياسي في هذا المجال كلنا يعني 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 وعيين بما يمر به العالم العربي وما مر به العالم العربي في السنوات الأخيرة أو ما كان يعرف بالربيع العربي ساهم بشكل كبير في تفاقم الأوضاع وخصوصا على مستوى الأشخاص يعني استغلال الباع المتجر من الطرف الأشخاص وأشخاص بسطة مهنيين وحرفيين يقتاتون قطع يومهم من تلك التجارة فتفاقم الأوضاع في هذا المجال غير الإشكال الأساسي في هذه النقطة وهو تدخل أو تدبير أو تسيير السلطات العمومية لهذه الأملاك العمومية خلينا منهضر على هضرنا في الرخصة وإمكانية الرخصة هناك طرق مشروعة ونص عليها القانون في إعطاء ومنح الرخص المسألة الأساسية وهي المراقبة لأن السلطات لها حق المراقبة وحق الإشراف على تلك الرخص إن احترم أصحابها الشروط والضوابط المعمول بها أم لا هذا هو الإشكال الأساسي نحن دائما أصبحنا لن نتحدث عن القوانين لأن القوانين هناك ترسانة قانونية كبيرة جدا على مجموعة المستوى الإشكال الأساسي وهو في تفعيل هذه ترسانة على أرض الواقع القوانين السلطات الإدارية الضبط الإدارية في هذا المجال يتقاعز أصبحنا نعرف أو أصبح الأمر كأنه موضة تأتي حملة وتخرج السلطات في مراقبة في سحب الرخاص وفي هدم تلك التجاوز المباني إن كانت هناك مباني إلى غير ذلك يجب أن تجاوز هذه النمطية من التفكير النمطية من المراقبة المراقبة ستكون دائمة وفي استمرار هي تامة لماذا؟ لأن هذا مرفق عمومي ويحقق المنفع العام للأفراد إذن فيجب وعلى السلطات أن تكون حاضرة في كل ساعة وحين الإشكال الآخر هذه حقوق متناقضة كما سبق وقلت إذا رجعنا إلى جانب هذه الباع المتجولين أو هذا صاحب المقهى أو كيف كان الشخص الذي يريد أن يستغل ذلك الملك العمومي هو يريد أن يمارس حقه في التجارة أو حقه في المهنة التي يمارسها لكن عدم ممارسة ذلك الحق بوعي تام من طرف هؤلاء الأشخاص والتجاوزات التي يذهبون فيها هنا نكون أمام حقوق متضاربة في طبيعة الحال وكيف يمكن أن نحل هذا المشكل إن صح التعبير يجب على السلطات العمومية أن تكون حاضرة في هذا المجال بالضبط لأن مجال مراقبة هو مجال قوي جدا ويجب أن يفعل بطريقة صحيحة طيب السيد كذلك الوزارة الوصية تصدر مذكرات تعمل حملات تمشيطية المجتمع كيف ينظر لهذه الظاهرة يعني ما الداعي أو ما جدوى هذه القوانين التي لا تطبق على أرض الواقع الظاهرة في صفاقهم طبعا إذا شفنا في المجمل لدينا ولمشينا عند الناس البسطاء وقلنا لهم واش نتو ما مع هذلك البيعاء التي يبيعوا في الشارع وتيحتلوا هذيقولك إحنا معهم وفي نفس الوقت هذيقولك لا تقتوى وكان احتجاجات وكان الناس لكي نعم وغادي يقولك الأصحاب القاوي وما التي يشدوا ولكن هذي احنا معهم وغيرا وشو وكان يعيشوا معنا بمعنى بمعنى هذا المنطق هذا منطق فيه شوية العاطفة وما فيه قضية العقلانية وما فيه بمعنى أنك واحد لها شاشة على مستوى الإدراك كما قلت بأنه السلطة مزيان يكون الجزر ولكن نفكره نديره أمكينة نموذجية في الأحياة في الممكن يكون مكان للبيع دون عرقالة تنظيم الهيكلة ربما الهيكلة 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 هدو المسترحة تكون هيكلة مطبوطة عند الضوابط عند سروط ممكن نعطيه رخاص وممكن نعقبه واحد اللي يجي يزول بوحط طريقة ولكن في غياب هذي الأسواق النموذجية بدون كيديروها من هنا وهنا في غياب هذي المسائل لأنه باش منكنوش كين مبادرات يدي نعم تحت أي يافطة يجب أن نحترم الملك العموم كان الفقر أوي إيش أنا أقول لك واحد القضية ربما المشاهدين ما غاديش بقويب غيوني من اللي يملك تلك هذي حتى الصلاة في بعض الحالات تصلوا في الشوارع تقطعوا الطريق الامبيلونس وهذه منفعة عامة تقطعوا الطريق نهائيا بمعنى في يوم الجمعة كين مساجد لكتأدي الطرق تنتعى المستشفيات كتكون مقطوعة نهائيا كتوقف الحركة وهذا يتعارض مع فكرة الدين هذا يتعارض مع فكرة الدين ليس لك الحق أن توقف المنفعة العامة ليس لأي أحد الحق بمعنى واشنجا يدي الحسنات ولا يتقطع الطريق والكي كي المجتمع هنا يتقسم من النصف هناك من سيتضمر هناك من سيقول لا بغي باش نوضح واحد الفكرة بمعنى أن الخطابي ما فيش تعاطف مع الباع المتجولين ولا في قضية عقلانية تنظيم يخصكون واحد النوع ديال الهيكال كلا تمام في الوقت اللي كانمشي نصليف واحد جمع كامل ما هذه النتجة اللي بغيين نوصلها بهية المطاف هذا شي اللي بغيت نوضح المسألة مرتبطة ماذا إدراكنا في التشارك اللي كانعيشوه داخل المجتمع والمنفع العام بمعنى ما يمكنش تقطع الطريق على الناس لأن تقطع لهم الطريق على الرصيف تتولي حالي تتسير نعم مش حال من الراجلين ما تولي لأننا ما قدرش يمشي بمعنى هذه التدعيات لأسباب غد يلقوا أسباب ربما أسباب منطقية إلى آخره ولكن في بعض الحالات الدواعي كارتية على مستوى آخر والغائب الأكبر هنا هو ماذا قدرتنا على هيكلة المدن مشكلة مشيغف كيفاش يمكن تكون المدن ديالنا وهيكلة هناك أحياء مقطوعة مشيكة تلقى شارع مقطوعة نهائيا ما تصل لا 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 سميته لا سيارة الإسعاف لا أي شيء وهذا رهناك هنا الخطورة هذا هو مدل الخطورة هنا يمكن أن نسمع هذه حالة من التسيب هنايا بالنسبة لا حالة للتسيب لأننا هناك فقر على مستوى تخطيط على مستوى تخطيط الحضاري على مستوى النماذج معينة في داخل الأحياء كما أسبق وقلت على الأسواق إلى آخره وبالتالي هناك غياب تام لإدراك للفضاء لأن نحتى الإدراك بعد المرات لا ندرك الفضاء الخارجي بأنه ره داخل في نطاق المصلحة العامة طريقها للكل للجميع وليس لك الحق أن تمارس فيها توقوسك أو أن تقوم بتجارة معينة وأتقوم بامتلاكها ليس لك الحق لا دينيا ولا أي شيء من هذا القابل ليس لك الحق هذه هي الفكرة التي تدخل عند المواطن طيب دكتورة سعاد أمام هذا ما سميناه ربما بعض الحالات شي كلها حالات من التسييب يعني ما الجدوى من سن هذه الترسانة القانونية في ظل أن الكل ما يتبقش هذا القانون لا وشهو تدعيات هذه هناك صعوبات صعوبات في تفعيل النصوص القانونية إذن عنده أمام إكرهات طبيعة الحال وصعوبات واقعية يعني لا يمكننا أن تحدث فقط عن صعوبات قانونية في تفعيل وهو عندما تحدث عن عدم تدخل السلطات وعدم مراقبتها بشكل هذه صعوبات قانونية هناك صعوبات واقعية في هذا المجال نعطيه مثال كما سبق وذكر الأستاذ شكدالي حول الأسواق النموذجية نعم كانت فكرة من بين الحلول المطروحة بالنسبة للبعاء المتجولين ولكن على أرض الواقع عرفت فشلا ذريعا في مجموعة من المدن المغربية على اعتبار أن الأسواق النموذجية هذا السيد الذي كان يبيع في زنقة أو في شارع معين يعرف رواجا كبيرا ويحققه دخلا معقولا من مبيعاته السوق النموذجي أعطيه في البقعة الأرضية خارج المنطقة التي تعرف رواجا وبالتالي كل أو تقريبا في مدينة دار البيضاء أو في مدينة فاس يعني عرفت أسواق نموذجية فشل ذريع جدا لأن الأسواق النموذجية جاءت خارج المنطقة التي يمارس فيها البعاء المتجولون نشطهم التجاري وبالتالي امتنعوا عن الذهاب إلى تلك الأسواق النموذجية ولو أن الدولة حصتهم وعطتهم المحلات في نمارسو التجارة ديالهم ولكن من بعد عادوا إلى تلك الأماكن التي كانوا يمارسون فيها أنشطتهم هذه صعوبات يعني واقعية يجب تفكير في حلول وفي استراتيجية أو آليات أخرى للحد من هذه قواة ديك المساحة من كانوا يجبون أخرى للقواة بمعنى هذا هو الإشكال إشكال لا يوجد دراسة سوسيولوجية عميقة لأننا لا يمكن إشكال تجارة 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 أو أرناب نياسير لا يستحيل تقبر تعمار المكان يتعرف بمعنى أننا ستكون دراسة سوسيولوجية بل أكثر من ذلك جغرافية للمكان لأننا ستقوم بسوق نموذجية ستقوم بسيارة ستقوم بسوق الأسواق النموذجية ستقوم بسوق ستقوم بسوق بمعنى هذا هو إشكال يمكن أن لا يوجد المكان لا يمكن أن يكون المكان إذا أفكرنا لا يمكن أن يكون المكان في دول أخرين يجبون يجبون عمارة ويجبون يجبون ونحن نجبون عمارة لا يمكن أن نفكر نحن نعود لن نعود نرجع إلى الموضوع نحن نفكر الموضوع نعم تداعيات هذه الاستغلال الغير المهيكل على الفرد وعلى المجتمع ماذا سيعطينا؟ وهي تداعيات الواضحة جدا ربما لامستي وأحسستي بأنني أناقش الموضوع بنرفازا بمعنى بعدها التداعي الأول بأنني لست أنا كشخص من هنا ربما النوع من النرجسية وداتي أن هذا الموضوع يقلق يقلق لماذا؟ إنه واحد النوع ديال الفوضى معينة اللي عنده واحد تداعيات خطيرة على المستوى المنفعة العامة ولكن غير باش ما نتكلموش على الكل نديرهم في سلة وحدة ونقولوا بكل هم هدو يستغلون كل هم يحتلون إلى آخر طبيعة الحل ما عممناش من البداية ما عممناش كنا مسؤولية من هذا الجانب ومسؤولية من هذا الجانب الآن بلغ السيل الزوبة بمعنى أن وصلنا بأن مدننا في آخر المطاف تشبه في بعض الحالات لا تشبه حتى ربما المسالك العادية فما بالك بطرق بأرصفة يمكن للمرة أن يمروا منها في سلام ويمكن للسيارات في بعض الحالات حتى السيارة لا تجد المكان بمعنى أن تنهب تحتها من الراصف نحن كنشوفهم في جميع المدن بأن حتى الراصف في بعض الحالات تكون عمر وتنرجعه وتنهب طول الطريق إذن تدعيات هي تدعيات على مستوى الحياة بصفة عامة الحياة والعلاقات وحينما نتحدث عن المنفع العامة نتحدث عن الولوج المستشفى الولوج المدرسة الوصول إلى العمل في وقت محدد بمعنى لأن الإنسان مرتبط بالحركية فإذا كانت هذه الحركية محدوداً انطلاقاً من امتلاك ذلك الفضاء العمومي كيف يمكن له أن يعيش بمعنى كيف يمكن أن يكون متحركاً في فضائه كيف يمكن أن تكون له الحرية كما قالت الأستاذة نعم يعني هذه التدعيات على هذا المستوى بالإضافة لتدعيات الأخرى الكبيرة جداً التي هي تدعيات من الوجهة الاقتصادية وهنا أتحدث عن السياحة لأنها مدن كبيرة جداً عند طابع سياحي ولكن هذه يكون معيقات لأن في بعض الحالات تنشد ذلك الملك العمومي وتنمتلكه بذلك الطريقة وكأننا كل السواح لا مكان لكم هنا لا يمكن أن تمروا المآتر التاريخية أو شيء من هذا القبيل بمعنى كينت ائتيرات متعددة وكينت قضية قراءة التي تدخل كذلك في التنشيئة الاجتماعية لأننا ما ننسوش دائماً أنا استحضرت الأطفال لأن هذا الفضاء الذي يعيش فيه الطفل كل يوم ركيه الذي تمثله بمعنى أنه يتمثل هذا الفضاء بديك طريقة وبأنه المشكلة هو أن الرصيف ما كينش وعنده الحكم في الراس إذن على هذا الأسس على هذا الأسس يجب يعني ربما تفكير في آليات طبعاً على المستوى القانوني والاجتماعي يعني حتى على المستوى دي الشئ العام يعني دكتورة حميدي ما هي الآليات كاستشرف ربما لسنوات قادمة في المقبل من الأيام يعني ما هي الآليات التي يمكن ربما تنفيذها الاشتغال عليها لتطويق هذه الظاهرة إن صح التعبير أولاً يجب تحييي النصوص القانونية الخاصة بتنظيم الأملك العمومية هذه بالدرجة الأولى لأنه لا يعقل أن النصوص القانونية ظاهرة 2018 وما زال يعرف التطبيق إلى يومنا هذا المسألة الأخرى هي يجب منح جهة وحيدة وحيدة هي التي تمنح الرخص لأنه إذا رجعنا إلى السلطات المكلفة بمنح الرخص نجد على أنها جهات متعددة تمنح الرخص فيجب أن تحدد جهة وحيدة خاصة بمنح الرخص لاستغلال الملك العمومي من طرف الخواص مسألة أخرى وهي مسألة أساسية في هذا المجال يجب بطبيعة الحال أن تكون هناك مقاربة تشاركية لمعالجة هذه الإشكاليات المطروحة مقاربة تشاركية بين جميع فعاليات المجتمع نعم ليس فقط مقوشة ودلومة المجتمع المدني المتخصصين في المجتمع القانونيين يجب إقرار المقاربة التشاركية في هذا المجال والدستور المغربي نص على المقاربة التشاركية بطبيعة الحال ويجب تفعيلها كما ينبغي مسألة أخرى يجب بطبيعة الحال اعتبار الاستغلال أو إن صح التعبير احتلال الملك العمومي هو استثار للحرية أو تعنيف لأفراد المجتمع إن صح التعبير لأنني أملكة حرمني أنني تمشي في رصيف عمومي يحقق لي المنفعة والسلامة من الحوادث فإنك تمارس عليها عنفا بطبيعة الحال هذه مسألة أساسية مسألة أخرى والتي هي يعني أنا كنشوفها ولو أنها يعني يمكن أن تناقش في موضع آخر وهي بطبيعة الحال يعني كشف الغطاء عن ظاهرة الرشوة التي تعرفها الإدارات العمومية في هذا المجال لأنها من بين الأشياء التي تساهم بشكل كبير في استفحالي الظاهرة وفي تواجد مجموعة من المعقاد رشو أحيانا ربما ربما استعمال نفوذ بعض الأحيان بطبيعة الحال لأن جريمة استغلال النفوذ هي من بين الجرائم التي بطبيعة الحال منصوص عليها في القانون الجنائي والتي تصخر في هذا المجال أستاذ شيدال يعني ربما تمت الإشارة إلى في بداية هذه الحلقة تحرير هذا الملك العمومي وكان عندك تحفظ ولكن أعود مرة أخرى شنو هي التصورة ديلكم لتحرير أولا نعتقد تحرير الفرض أولا لأن المشكل الناس ومن الذين يقومون هذه المشكلة وحينما تحدثت عن تحرير الفرض تحدثت عن تحرير ذلك تحدثت عن تعليم تحدثت هنا عن تحرير الفرض حتى يمكن أن يدرك يدرك هو بأن هذا الفضاء هو فضاء عمومي ليس فقط البائع المتجول أو الفراشة حتى المسؤول في قطاع معين يدرك كذلك ذلك المشكل وأننا ممكن أن نحرر الفضاء دون أن نحرر الأشخاص وهنا المقاربة التشاركية التي تحدثت عنها الأستاذة ولكن بشكل يذهب في اتجاه تقويم لعوزاج على مستوى الإدراك وهنا التعليم كما أقول دائما لا نغير مجتمع انطلاقاً من قانون أو تشريع معين المجتمع يتغير انطلاقاً من التربية انطلاقاً من بناء بناء خطاطة للتفكير للشام دوبونسي ولذلك أعتقد بأننا نتحدث عن هذا الموضوع ولكن يجب كما قالت الأستاذة وأركز مرة أخرى عن المقاربة التشاركية وأن يكون حضوراً للبحث العلمي في شقه في القانون أو في أي تخصصات هذا البحث حتى يمكن لأنها الحملة كاينة ولكن هل هناك ندوات هل هناك بوحوت هل ذهبنا وعرفنا يعني عن المساول فكري عن المساول حتى نخرج من ديمومة المؤقت كما أقول دائماً صحيح لم تكنش موسمية لم تكنش موسمية حتى هذه الندوات لم تكنش موسمية لأن في كل شي نحن موسمين هل هناك كثير من موسمين كنا نسميهم نحن غير حاملات وكتدوز حاودي تستثير كم دون هدرو من المحاربة السيدة كم دون هدرو ولكن غير حاملات مكنش الإعلام شريك في هذا التحسيس طبعاً الإعلام عنده دور كبير جداً ربما نحن ونحن نتير هذا الموضوع لأنه قد يكون هناك تحفظات في هذا الموضوع هناك من يعتقد بأنه موضوع ويجب إلا نتحدث فيه نحن في برنامج بصراحة تحدثنا في هذا الموضوع انطلقاً من مسؤولية معينة مسؤولية اجتماعية لأن الفكرة أن نكون مسؤولين من هنا وهناك بطريقة ربما بطريقة تشاركة الكل في الحاجة إلى المنفعة العامة نحن خواص ونحتاج للمنفعة العامة الموضوع متشعب وشائق جداً ولكن الوقت أدركنا شكراً جزيلاً لك دكتورة سعد حميدي على قبول دعوة برنامج بصراحة نورتنا حقيقتها في برنامج بصراحة شكراً شكراً جزيلاً لك أستاذ مصطفى شدالي على كل هذه الإضعات استسمح كنتم منفعلاً شيء لأن الموضوع ربما هو اللي تلك أعتقد نفعال شوحنا من المفعال شكراً جزيلاً إذن مشاهدينا شكراً جزيلاً على طيب المتابعة نلتقي بكامل المحبة الأسبوع المقبل في نفس الموعد دائماً بصراحة شكراً جزيلاً